احباي اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرب حياة المسيحية بنشكر كل الاحباء اللي بيبعتون لنا الجوابات وبيهتموا بينا وبيبعتون لنا الاسئلة جميلة جدا بنهتم بكل سؤال بيتقال السؤال بتاع المرة دي بتاع الحلقة ده هي سؤال جميل جدا سؤال حلو وعميق في نفس الوقت معينه من اربع كلمات كيف اتعامل مع الصدمات في الحياة كيف اتعامل مع الصدمات الصدمة سميت صدمة وبنسميها بنقول عليها صدمة لان احنا ديناها هذه التسمية يعني ايه نفس التجربة اللي حضرتك او حضرتك اللي بعتيني السؤال نفس التجربة ده هي بيمر بيها ناس تانية وبيعتبروها تجربة تحدي مشكلة اي حاجة تانية فان انت حضرتك اللي قلت عليها صدمة فعشان كده تأثرت بيها كصدمة من الصدمات اي تجربة من تجربة الحياة القوية اللي بتدي مشاعر كبيرة للانسان بتمر باربع مراحل لو قلنا عليهم بالترتيب هي مرحلة الاولية مرحلة الانكار ان انا مش مصدق ان اذا حصل لحياتي نمرة اتنين مرحلة القبول خلاص صدقت قبلت الموضوع ده نمرة تلاتة ودي مرحلة مهمة جدا مرحلة الحزن مرحلة الزعل مرحلة المرحلة اللي لازم تعبر عن الجواك لازم تعبر عن الجواك لان ما يبدل موجود جواك ويخرج بطريقة تانية مش كويسة لازم تعبر عن الحزن الموجود جواك نمرة اربعة مرحلة التكيف مع الوضع الجديد اي مرحلة اي صدمة من الصدمات لو انت سميتها صدمة أي مشكلة كبيرة بتمر بالأربع مراحل دول نعمل معهم إيه أنا أقول لك حاجة مهمة جدا لو سمحت ركز معايا فيها كويس جدا تأثير الصدمة بيبقى قوي لأنها مرتبطة بقيمة معينة عندك أنت مثلا إيه اتنين راحوا يدوروا على شغل والاتنين اترفضوا واحد بالنسبة له الموضوع هيا جدا لأن الشغل كان بالنسبة له زيادة في الراتب بتاعه واحد بالنسبة له الموضوع ده كبير جدا جدا لأنه ده مصدر دخل أساسي بالنسبة له هم الغير شغل هنا الاتنين ضد في علوم مختلف يبقى التاني مرتبط بقيمة عالية جدا مثلا اتنين بيقدموا على فيزا مثلا واحد عشان يتفسح والتاني كان علشان يلاقي شغل ولاقي حياة مختلفة فدي مرتبطة بقيمة عليا وهكذا خد بالك أن أكتر قيمتين الإنسان بيتأثر بيهم جدا وبيتعب نفسيا اللي ما بيحصلش عليهم هي قيمة الإحساس بالأمان وإحساس بالسعادة فأنا عايزك من النهاردة تربط الأمان والسعادة بربنا ما فيش حاجة تديك أمان وهتديك سعادة حقيقية إلا في علاقتك بربنا مهما إن كان ست شغل أو كنت عايز تجوز واحدة بجوزتهاش أو سفرية وما جاتش أو مشروع داخله ولا يهمك ولا يهزك في أي حاجة لأنك مصدر الأمان ومصدر السعادة هو ربنا طول ما مصدر الأمان ومصدر السعادة هو ربنا عمر ما يكون فيه صدمات في حياتك لأن قيمة العليا جيبها من عند ربنا أشكركم على السؤال الجميل ده ونشوفكم الحلقة جاية إن شاء الله